وبين الرباط وطنجا ستلعب مباريات المونت يليتوى مباراة الافتتاح في طنجا ستجمع فريق الأهل المصرية بأوكلاند سيتي النيوزيلندية طنجا جاهزة لهذا الموعد الكروي العالمي أنس فوبار يوم واحد يفصلنا عن قص شريط النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم الأندية عروس الشمال تزينت وباتت في أبهى حلة في انتظار ضربة البداية بعدما كان ملعب أقادير شاهدا على افتتاح نسخة 2013 ثم بعده مركب الأمير مولاي عبد الله في النسخة الموالية الأنظار تتجه يوم غد إلى ملعب طنجا الكبير الذي أضحى جاهزا بعد الأشغال التي أنجزت في ظرف قياسي الملعب الكبير لطنجا جاهز تماما لاستقبلات الحفل الكروي العالمي وهذا بفضل تضافر الجهود كل هدف هو استقبال الطيوف في ظروف جيدة ومميزة وأننا الإعجاب جمهور كرة القادم في المغرب وفي سائر بقاء العالم خلال الأسابيع الأخيرة تجندت مختلف مصالح المدينة من أجل الانكباب على تهيئة طنجا حتى تظهر في أفضل صورة وهي التي تحتضن لأول مرة منافسة كبيرة وعالمية من هذا الحجم حقيقة ما شاهدته من استعدادات توحي بأن مدينة طنجا جاهزة لاحتضان هذا العرس الكروي العالمي وهذا ليس بغريب عن هذه المدينة التي دائما كانت حاضرة ليس فقط في مجال الرياضة وكرة القادم لكنها متعودة على استضافة هكذا نوع من الفعاليات والملتقيات الدولية ملعب طنجا الكبير يأخذ على الإصلاحات كبيرة تم توسيعه وتم إضافة العدد المقاعد كما تغطيس بعد المناطق منه وهذه الإصلاحات تجعله أنه تعطيه رونق جميل وهذه تزيد الجمالية ذات البحرين فتح ذراعيها لضيوفها القادمين من مختلف دول العالم والكل يترقب ساعة السفر بمباراة الافتتاح المقررة يوم غد بين الأهل المصري وأوكلاند سيتي نيوزيلاندي الأكثر مشاركة في المونديالي تو